موسيقى مشاهدنا الأفاظلة سعد الله مساءكم أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم الأنيسة الفضائية وفي هذا العدد من برنامجكم الجديد الأنيس ديلي فقرات متنوعة ننقلها لكم من خلال هذا البرنامج لطلالكم كل يوم على 8.30 ونستهيلها بأهم الأخبار الوطنية وفي هذا الخبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترأس اليوم جلسة عمل جماعة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة المعنيين بهدف إعداد خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وكذا مناقشة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة من كل جوانبها لعرضها على المجلس الوزراء والمصادقة عليها في اجتماعه القادم وفي هذا الخبر مشاهدين وزارة التجارة تقرر تأجيل العطلة السنوية وعطلة نهاية الأسبوع لكافة الأعوان والموظفين طيلة شهر جوليا تحسبا لتفشي وباء كورونا وفي الاجتماع الذي جمع بين وزير التجارة والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية مع المدرأ الولائيين والجهويين لأتجارة بتقنية التحاضر المرئي خاصة 13 ولاية شهدت ارتفاعا قياسيا لحالة تفشي وباء كوفيد 19 في الأيام الثلاثة الأخيرة وقال الوزير كامل رزيك في هذا الاجتماع أن المسؤولية التي تقع اليوم على الإطارات والموظفين في القطاع ليست مسؤولية مهنية وإنما واجب وطن مقدس في ظل ترد الأوضاع الصحية وفي خبر أخر مشاهدين وزارة الداخلية والجماعات المحلية تصدر اليوم قرر فرض الحجر الجزئي المنزلي على 18 بلدية بولاية الصيف لمدة 15 يوما ويبدأ سريان الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة صباحا ويكون ذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء الثامن من جويليا وهذا الحجر يخص البلديات التالية الصيف عين أرنات عين عباسة أوريسيا عين ولمان قص الأبطال جلال عين آزال عين لحجر برحدادة العلمة بازار سكرة القلت الزرقاء بوقاعة عين الروا بني أونيس بني أوسين عفوا بيضاء برج مركز وعين الكبيرة من صيف مشاهدين إلى باتنا التي تنضم إلى مجموعة الولايات التي أعلنت وقف إبرام عقد الزواج على مستوى مصالح الحالة المدنية بالبلديات إلى غاية إشعار أخر وفي هذا الخبر مشاهدين بنك الجزائر تراست يعلن عن تطوير منتجاته ويطلق بطاقة إيزي كارت من ماستر كارت التي تعتبر أول بطاقة بنكية افتراضية وأول وسيلة دفعة رقمية في الجزائر وتعرض بطاقة إيزي كارت كحل مثالي للقيام بشراءات مؤمنة عبر الأنترنت في عصر الرقمنة حيث تعزز البطاقة البنكية الافتراضية سلامت الشراءات عبر الأنترنت وتعتبر كذلك هذه البطاقة بطاقة دفعة دولية إلكترونية حاملة لرقم سري وتاريخ صلاحية محددين وصالحين لمدة شهرين منذ بداية إصدارها كما تم تحديد ثقف شحنها إلى مبلغ 500 أورو وفي هذا الخبر مصالح الأرصاد الجوية تحذروا اليوم ثلثاء من ارتفاع درجة الحرارة على الولايات الجنوبية في تنبيه خاصة وخاصة التنبيه بالذكر ولاية تندوف التي ستجهد درجة حرارة عالية تتعدث من 40 درجة مئوية إلى غاية فجر يوم غد الأربعة بهذا الخبر مشاهدنا نطوي مستجدة المحلية نلتقي بعد الفاصل في الدوليات نستهل دوليات هذا العدد بالانخفاض الذي شهدته أسعار النفط وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا لسيما في الولايات المتحدة الأمريكية من تعافي الطلب وقد سجل هذا الانخفاض اليوم ثلثاء تراجع خام براند في التعاملات الأجلة بـ 1.3% إلى 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار كما نزلت العقود الأجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.3% إلى 40.9 دولار للبرميل منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار وفي خبر آخر رئيس الوانك الدولي يعلن أن الاجتماعات القادمة للبنك وسندوق النقد الدولي ستكون افتراضية وأشار دافيد مالباس في خطابه إلى محافظي البنك أن البنك وصندوق النقد الدولي سيعقدون اجتماعاتهم السنوية للخريفة في أكتوبر المقبل عبر الأنترنت بسبب جائحة كوفيد 19 نبقى دائما مع الاجتماعات الافتراضية حيث تعقد اليوم الخارجية الأردنية اجتماعا لدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي الممبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية لبحث المستجدة المرتبطة بالقضية الفلسطينية عبر تقنية التحاضر عن بعد وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المختربين الأردنية في بيان لها أن الاجتماع أسفر عن البحث في التحركات والجهود المبذولة لدعم فلسطين وتجاوز التحديات التي تواجه العملية السلمية وفقا لما أكدته وكلة الأنباء الأردنية الرسمية إدارة الهجرة الأمريكية تعلن عن قرار مغادرة الطلاب الأجانب الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض الحصول على درجة علمية في حال تحولت جامعتهم إلى التعامل بالتعليم عبر الأنترنت وأكدت ذات الهيئة أن الطلاب الذين لا يغادرون سيواجهون الترحيل وهذه الخطوة تعتبر مؤثرة على ألاف الطلب الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة بهدف الدراسة وفي آخر أخبار هذا العدد مشاهدنا رئيس البرازيل جايير بولسونارو أثبت أن لديه أعراض فيروس كورونا بعد أن شكك في خطورة وأبعاد المشكلة المتعلقة بتفشي هذا الفيروس مؤكدا أن هذه القضية تعتبر إلى حد كبير فبركة إعلامية وقد تحد بولسونارو مساء أمس صراحة إجماع خبراء الصحة العامة على ضرورة إبطاء تفشي المرض منتقدا أوامر الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصادرة عن حكام ورؤساء البلديات قائلا إن أضرارهما الاقتصادية أسوأ من خطورة هذا المرض بهذا الخبر ومشاهدين نطوي مستجدتنا لنهار اليوم نلتقي بعد الفاصل في موضوع العدد حيث ارتائنا إعادة بث الحوار الجزء الأول من الحوار الذي أجريته مع الدكتور نجيب دوكاني في مناسبة إحياء الذكرى الثامنة والخمسين من استرجاع السيادة الوطنية ترجمة نانسي قنقر